على بركة الله نجتمع اليوم في ضيافة أخينا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لنجدد العزم ولنواصل مسيرة العمل العربي المشترك بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص كي نؤسس للاستغرار والرخاء والوئام الذي لا بد أن تنعم به شعوبنا وسبيلنا لتحقيق ذلك نهج السلام العادل والشامل وهو نهج لا بديل له لمعالجة كافة القضايا العالقة لضمان الأمن والاستغرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء ونرحب أشد الترحيب بالمساعي العربية الجادة التي نجد فيها بوادر مبشرة لبلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن والمتمثلة في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية واستمرار الهدنة الإنسانية في اليمن والجهود الجادة لحل أزمتها والعود الحميد للشقيقة سوريا إلى بيت العرب الكبير ونؤكد على هذا الصعيد ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان وعودة أمنه واستغراره وحفظ حقوقها المشروعة إلى جانب حقوق الشقيقة مصر في مياه النيل وبالعمل على استكمال مسيرة السلام للوصول لحل عادل للغضية الفلسطينية وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشغيق في إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهاتر